إلى ذلك شن السيناتور الجمهوري جون ماكين هجوما على قطر خلال جلسة استماع في الكونغرس لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس متهما قطر بمحاولة اللعب مع معسكرين منذ فترة من الزمن كما أكد ماكين أنه لا يمكن السمح لقطر بالاستمرار بتمويل منظمات إلهابية تقتل جنودا أمريكيين دعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال وزير الدفاع إلى الدوحة بهدف التأكيد على هذه النقاط وطلب ماكين الدوحة بأنه يتغير سلوكها لفتا إلى أن الكثير سيظهر في المستقبل بشأن الأسباب التي أثارت الأزمة مع الدوحة